وصلنا نص رمضان كل سنة وحضراتكم بألف خير بس مبارح فيه مسلسلات بدأت حلقتها الأولى خلينا نشوف إيه الجديد اللي بتقدموا المسلسلات دي وإزاي النقاط بيتابعوا الدراما في رمضان 2023 إيه أهم الزوايا والمواضيع المختلفة اللي بتقدمها عشان كده معنا في الستوديو بيشرفنا اضفنا النقد الفني مصطفى حمدي أهلا بيك معنا في حصاد الدراما أهلا بيك بكل سنة وانت طائبة وكل سنة وانت طائبين وحضراتك طيب ألف خير وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين وعلى حضراتك بإذنين سيد مصطفى طبعا هنتكلم عن المسلسلات القصيرة 15 حلقة عندنا الصفارة خلص عندنا مذاكرات زوج خلص عندنا علاقة مشروع خلص شايف إزاي مسلسلات 15 حلقة ده ترامد جديد أو بشكل أدبر في الدراما المصرية السنية مبدئيا أنا بشكل شخصي بحب مسلسلات 15 حلقة لأنها بتبقى دايما يعني بحكم العدد الحلقات فده بيوفر للكاتب أنه يقدر يقدم لنا نص مشدود بلغة الدراما يعني أنه ما فيش مش هيعاني من أي مشاكل قد تتعلق بالمط والتطويل أو زيادة الأحداث ونفس الوقت حتى كمان نوعية المسلسلات التي تعملت 15 حلقة المسلسلات دي كانت مساحتها الدرامية مناسبة جدا الحبكة يعني ما حصلش خلل في الحبكة ما حصلش خلل وحتى كمان المواضيع يعني مسلسل كوميدي زي الصفارة الحدوتة كلها كانت ماشية في خط درامي واحد أغلب الأحداث حتى لو فيه تنوع في الشخصيات بيحصل أو بنشوف مغامرات مختلفة لكن في النهاية ما وقعناش في فكرة أنه 30 حلقة فالكاتب هيبقى مضطر أنه هو يعمل حاجات كتيرة أو مغامرات مختلفة والناس مثلا إن ده تزهق على مستوى مثلا لو شفنا في الخمستاشر اللي اتعرضوا في النص الأولاني مثلا مسلسل مذكرات زوج مسلسل متاخد من مش هقول نص أدبي لكن هي مجموعة مقالات للكاتب الكبير أحمد بهجت وتم صياغتها بحرافية شديدة جدا من الكاتب محمد سليمان عبد الملك فتعاملت الموضوع كان فعلا يحتمل فكرة الخمستاشر ما يقدرش أنه أفرده لغاية 30 حلقة فهنا أنا بتكلم على أنه في وعي بالأماشة الدرامية اللي أنا شغل إلا هو أن احنا نخلي الحبكة الدرامية لها بداية ونهاية والقصة نفسها تكون ما تستحملش مط وتطويل بحيث أن المشاهد يبقى مستمتع ويبقى وصله الرسالة وما مزهقش يكمل بالزبط على مستوى تاني فكرة الخمستاشر حلقة بتسمح للمشاهد أنه يشوف نجوم كتير في شهر ربضان أنا في خريطة درامية مزدحمة جدا عندنا أعمال كتير جدا فكرة أن كل الأعمال تبقى 30 حلقة أكيد هتبقى صعبة أنه يعني تقدر تشوف كمتابعة كمتابعة من المسلسلات كمتابعة وفي نفس الوقت بيخلق لك حال التنوع يعني أنا من مبارح حاسس أن الناس كأنها بتبتدي رمضان من أول وجديد أنه بشوف حاجة جديدة هنشوف إيه بقى في النص رمضان وبعدين الميزة أنه حتى كمان الأسماء اللي دخلة في النص التاني من رمضان أسماء بلغة السوقية أسماء تقيلة نجوم زي دونيا سامير غانم زي مونة زاكي الناس كلها مستنية مسلسلها فده بيخلق حال التنوع وحركة في المشاهدة وحتى المشاهد نفسه لما بتيجي توصل لنص رمضان فبتبتدي أنت بتحدد أصلاً المسلسلات اللي أنت هتتبعها يعني ما أقدرش أقول إنه لو أحي مقدمين 16 مسلسل فيه مشاهد هيشوف 16 كلهم لأن الموضوع أزواء هيختار فبتبتدي تختار أربع خمس مسلسلات دول عاجبينك دول زوءك دول شبه اختياراتك فلما أجاب لك حاجات جديدة وأقدم لك حاجات جديدة في الدوص التاني من رمضان أكيد أنا بخلق لك فرايتي وتنوع تاني فأنت هتبتدي تختار بشكل بديل طب النقطة بقى اللي علاقة بالمسلسلات القصيرة وفكرة التسلية يعني هي فيه منها بنائش قضايا فعلا تناسب كمان فكرة إن هي أعمال للتسلية ومحتاجة عوامل معينة علشان ده يحصل أكيد أكيد فكرة الخمستاشر هي قريبة ومناسبة أكتر للمسلسل الكوميدي لأنه حبكت الكوميديا وكتبت الكوميديا صعبة جدا وخصوصا الكوميديا اللي قيمة على خلق مواقف يعني أنا مثلا يعني متعاطف جدا مع صندع مسلسل كبير إنهما للموسم السابع على التوالي بيخلقوا شخصيات جديدة بيخلقوا أحداث جديدة ده تحدي كبير جدا إنك تقدر تقدم ده في 30 حلقة ده صعب وشوق جدا بس الكبير بيبقى ما بين الكوميديا الموقف وكوميديا الإفاي برضو بالضبط بس في الآخر أنت محتاج إنك بتخلق حواديد جديدة ده اللي بيحصل في الكوميديا الكوميديا لو ما خلقتش حواديد جديدة طول الوقت فأحداثها فدي بتواجه أزبق فعشان كده الخمستاشر حلقة هي أنسب للكوميديا علشان كده مثلا مسلسل الصفارة نجح نجاح كبير بس اتبسطت جدا بيه وأنا متوقع برضو أن دنيا سامير غانب مسلسلها بعد حلقتين تلاتة يبتدي الناس تتفاعل معها لأنه إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في السوشيال ميديا الأحكام المطلقة السريعة اللي بتنطلق من أول حلقة فيعني مبدئيا لازم ناخد وقتنا في المشاهدة حلقتين تلاتة وبعدها هنقدر نقول أنه المسلسل ده كويس المسلسل ده مش مناسبني أو مش على زوئي